اشتركوا في القناة التي تكون على أدنى أسعار شهدناها منذ أشهر ولكن يبدو أن هناك بعض الصعوبة في كسر هذه المستويات ولكن أسعار السوق الآن نراها أنها متدنية وواطية فسيكون السؤال بالنسبة للتداول اليوم والأسبوع المقبل هل سنرى كسر أدنى أسعار شهدناها لهذا الأسبوع أم سيبدأ السوق في حالة ارتفاع وارتداد من الهبوط الذي شهدناه إذا راجعنا ماذا حصل على أهم عملة نتبعها وهي عملة اليورو مقابل الدولار يوم الاثنين بداية الأسبوع فتح السوق على مستوى 1.38.00 وخلال أربعة أيام السابقة شهدنا سقوط اليورو أربعمائة نقطة كان كل يوم من الأسبوع السابق كان في حالة هبوط وأدنى سعر الآن على اليورو 34.20 وهذا المستوى التي ننتظر كسره حتى نقول أن حالة الهبوط ستستمر طبعا ذلك حالة الهبوط بشأن موضوع اليورو بشأن مخاوف وعدم معرفة ماذا سيحصل بالنسبة للحكومات الجديدة في إيطاليا واليونان مما سبب ضغوطات على السندات التي تصر من هذه البلدان الذي سبب ارتفاع تكليف التمويل عليهم إلى مستويات لا تحتمل بالنسبة للجد الاقتصادي لا يوجد إلينا أي بيانات اقتصادية اليوم فربما لا نرى كسر أي مستويات دعم أو مقاومة هم حتى نعرف ماذا سيحصل هل ارتفاع عام هبوط فلنذهب إلى الرسم البياني ونرى ما نتكلم عنه بالنسبة لليورو دولار إذا فتحنا الرسم البياني على المدى الساعة نرى الهبوط هنا الذي تكلمنا عنه الذي انتهى عند سعر الدعم الهام الذي ننتظره الآن وهو على 34.20 هذا السعر تقريبا حصل يوم 16.11 وأيضا 17.11 ورأينا السوق يوم أمس اقترب من هذه المستويات ولكن رد في حالة ارتفاع ولكن الآن هو يتداول في نطاق ضيق ما بين 35.55 و34.20 في احتمال كسر أي من هذين المستويين سيكون الاتجاه أوضح إلينا ولكن بسبب عدم وجود أي أخبار اقتصادية ستصدر اليوم ربما لن نرى السوق يأخذ أي قرار في رفع أو هبط هذه العملة ولكن في حالة رأينا أن فشل مواصلة الهبوط إلى مستوى الدعم وكسر 35.55 التي هي تشكل منطقة المدار أدينا لليوم وأيضا هي تشكل منطقة المدار لأنها أعلى سعر شهدناه في هذا الأسبوع تقريبا يوم 16.11 ونعم يوم 16.11 أعلى سعر كانت لدينا هذا المستوى فيجب كسر أعلى سعر حتى نقول أن الأسعار عالية وستستمر في الصعود بعد هذا المستوى يكون لدينا كما ترون هنا فشل العملة في الارتفاع فوق هذا المستوى يوم 15.11 على 36.40 ستكون منطقة المقاومة التالية التي تشكل صعوبة في حالة الارتفاع ولكن مبدئيا الآن السعر في حالة تراوح كما ترون إذا ذهبنا إلى الرسم البياني على الأربع ساعات لنرى القصة منذ بداية هبوط العملة وذلك بدأت في آخر شهر أكتوبر كما نرى الهبوط بدأ من 42.50 إلى 34.20 هناك بعض الآراء أن سنرى الهبوط إذا كسر مستوى 34.20 أدنى سعر لهذا الأسبوع سنرى مواصلة الهبوط إلى 31.50 التي كانت بداية الارتفاع في شهر أكتوبر أي شهر أكتوبر كان ارتفاع 11.000 نقطة من 31.50 إلى 42.50 ومن خلال أول هذا الشهر نوفمبر نحن في حالة هبوط فهل سنرى السؤال سيكون في الأسبوع القادمة هل سنرى مواصلة الهبوط ومسح كل الارتفاع التي شهدناه في أكتوبر وذلك طبعا يعتمد أكثر على عوامل اقتصادية من عوامل فنية العملة الثانية وهي السرليني مقابل الدولار نفس تحركات اليورو أي بعد الهبوط وتوقف الهبوط نحن الآن مبدئيا في حالة تراوح ما بين مستويين يجب كسرهما لتحديد مصير العملة أدنى سعر في حالة الهبوط منذ أول شهر نوفمبر كان عنده 56.90 والآن هو شيئا ما في حالة الارتفاع ويمكننا رسم خط اتجاه تحت هذا الارتفاع ولكن حتى يستمر الارتفاع الذي نراه الآن يجب كسر على سعر شهدناه اليوم ارتفع إلى هذا المستوى وهبط على 58.20 يجب محاولة مرة أخرى وصل لأعلى سعر اليوم وكسره حتى نقول أنه في حالة الارتفاع ولكن ربما عملة السرليني تنتظر تحركات عملة اليورو لكسر المستويات المقاومة لمواصلة الصعود وأيضا إذا نظرنا على رسم البياني مدى الأربع ساعات نرى أن نفس قصة اليورو تقريبا أي شهر أكتوبر كان في حالة الارتفاع وما بعد تقريبا أول شهر 11 في حالة هبوط ولكن كما نرى الهبوط على السرليني ليس بنفس النسبة على هبوط اليورو ويمكننا نرأي ذلك من خلال مؤشر في بوناتشي لو أخذنا مؤشر في بوناتشي ورأينا مدى نسبة السقوط على العملتين نرى أن السرليني وجد دعم تقريبا عنده 50% من الاتجاه المعاكس للارتفاع وذلك ربما ما سبب دعم أي أنه وصل إلى 50% نسبة من مؤشر في بوناتشي إذا ذهبنا إلى عملة اليورو نرى أنه نرى أن الهبوط كان على نسبة أكثر من 50% نرى أنه تجاوز 61% خسائر الارتفاع هو الآن يتداول تحت هذا المستوى فالهبوط والتشاؤم على اليورو كان أحد من التشاؤم والهبوط على الأسترليني وذلك طبعا بسبب أن مشاكل منطقة اليورو ككل أكبر من مشاكل بريطانيا أي بريطانيا نسبة الديون عليها ليست بحدة نسبة أوروبا ككل العملة الثالثة التي هي الدولار مقابل السويسري طبعا السويسري يعتبر ملاذ آمن غير عملات الدولار الأسترليني واليورو التي تعتبر عملات ذات مخاطر نرى أنه كان في حالة ارتفاع منذ أسبوعين منذ 14-11 وأعلى سعر في الارتفاع السابق كان عند مستوى 92-20 رأينا السوق حاول الارتفاع فوق هذا المستوى مرة أخرى ولكن فقط رأينا عشر نقاط فوق هذا المستوى وفشله ومن ثم رأينا حالة الهبوط يبدو إلينا أيضا هي العملة الثالثة التي تبدو في حالة تراوح بين مستويين الآن ولكن الأرجح أن نرى صعود مستمر إن لم يكسر أدنى أسعار شهدناها في 16-11 وهي على 91-30 والتي هي تشكل لدينا منطقة الدعم لهذه العملة فيبدو إلينا أنه فشل الآن في كسر مستوى المقاومة فربما نرى محاولته على مستوى الدعم في حال كسره سنقول أن الاستطلاع حبوط ولكن في حال فشله مرة أخرى في كسر هذا المستوى فالأرجح أن نرى تراوح مرة أخرى ومحاولة على مستوى المقاومة ولكن يجب مراقبة المستويين التي نراها هنا حتى نقول أن الاتجاه واضح فبالنسبة لأول ثلاث عملات التي تكلمنا عنها الآن يبدو إلينا النظرية غير واضحة حتى نرى كسر أي من المستويات التي ذكرناها لم نرى أي تحركات بالنسبة لعملة الدولار مقابل اليان أي هو ما زال في مرحلة مسح الارتفاع التي شهدناها من تدخل البنك المركزي أدنى أسعار شهدناها منذ أسبوعين ونصف على 76-75 التي هي تشكل منطقة الدعم ونرى أن السعر الحالي الآن عند هذا المستوى فالسوق يختبر هذه المستويات ليرى هل المتداولين يريدون هبوط هذه العملة حتى نصل إلى المستويات القياسية قبل الارتفاع والمستوى القياسي على هذه العملة يكون على 75-60 يبدو لنا أن هذه العملة مسيرها أوضح من العملات السابقة أي هي في حالة هبوط ولكن كما ترون الهبوط بطيق وضعيف وربما يأخذ وقت أكثر حتى نرى مسح كل الارتفاع التي شهدناها هنا إذا استخدمنا مؤشر الفيبوناتشي لنرى مدى نسبة الهبوط نرى أنه تجاوز 61% على مؤشر الفيبوناتشي وهو الآن عند منطقة الدعم التي كانت أدنى سعر في يوم 14-11 إذا يوجد أي أسئلة يمكنكم طبعتها الآن اشتركوا في القناة لدينا سؤال ما رأينا بالنفط على مدى الأربع ساعات فلنذهب إلى الرسم البياني على النفط يبدو إلينا أنه في حالة الارتفاع واضحة وعندما نرح ارتفاع كهذا الأفضل أن نرسم قناة مرتفعة كما ترون هنا رسم القناة يجب رسمها الخط الاتجاه الأدنى لهذه القناة يجب أن يلمس أدنى أسعار في هذا الارتفاع كما ترون هنا أي أدنى أدنى أسعار في حالة الارتفاع يجب تضبيط القناة على هذا الأساس فمبدئيا الآن يبدو لنا أن الهبوط الذي شهدنا للمستوى المقاومة التي سنتكلم عنه الآن الآن هو يلمس هذه الخط الاتجاه لهذه القناة ولم نرى كسره في حالة شهدنا كسر هذا خط الاتجاه سنقول أن الصعود الذي بدأ منذ أول شهر أكتوبر أي تقريبا 50 يوم من حالة صعود ربما قد انتهى والآن سيبدأ في عملية التريح طبعا كل صعود في السوق نرى ارتدادا فيه بنسبة 30 أو 50% وذلك لم نشهده الآن على هذه الأداء فسيكون السؤال بالنسبة لهذه الأداء متى سيبدأ الهبوط والتريح من حالة الارتفاع إذا رسمنا مؤشر في بوناتشي إذا كسرت الخط الاتجاه لهذه القناة فربما نرى الهبوط لمستويات 92 على المدى المتوسط والطويل ولكن ذلك سيأخذ بعض الوقت ولا نرى تحركات سريعة أي بعد الآن الأسعار عند 98 فربما نرى هبوط أيضا مواصل 6 دولارات في حالة كسر خط الاتجاه هذا ولكن ملاحظة أنه في أوقات نرى كسر خاطئ أو كسر فاشل أي ربما نرى السعر يهبط بعضة نقاط تحت هذا المستوى ثم يرد الارتفاع فوقها فيجب أن نقول أن هناك أي ممكن أولا نسبة معينة تحت هذا الخط أم يتداول السعر فترة معينة تحت هذا الخط حتى نقول أن الخط قد كسر طبعا كثير من الناس كانوا يتوقعوا نسبة المئة سترد الارتفاع وهذا ما شهدنا أي ارتفع السوق فوق نسبة المئة بحوالي 3 دولارات ولكن فشل في مواصلة التداول فوق هذا المستوى ورأينا الهبوط إذا نظرنا بشكل أدق نرى أن مستوى الدعم هنا أدنى سعر لـ 16-11 الذي وجد عنده دعم وجعله يواصل حالة الارتفاع هو الآن يجد بعض الدعم عند هذا المستوى فيجب كسر هذا المستوى وكسر خط الاتجاه حتى نقول أن حالة الهبوط على الارتفاع الذي واصل خمسين يوم قد بدأ شكرا لإستماعكم وواصلونا في الأسبوع القادم سيكون زميلي هو الذي سيعطي التحليل على مدى أسبوعين أي أنا سأكون فيه إجازة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة لدينا سؤال ما هي نسبة الخطوط المفتوحة التي نستعملها إذا قصتك بالسعر المتوسط المتحرك الذي هو بالإنجليزي يمكننا رأي هنا أنه على مدى عشرين يوم إذا ذهبنا إلى التفاصيل عند المدة تضعون عشرين يوم والأسعار تنحسب على أساس الأسعار تسكيرة الشمعات والسعر المتوسط المتحرك الثاني يكون على مدة تسع أيام كما ترون هنا وهذا يؤشر إلينا أي إذا شهدنا السعر المتوسط المتحرك السريع على مدة تسعة أيام هبط تحت السعر المتوسط المتحرك على مدى العشرين يوم سيكون مؤشر إلينا أن هناك بعض التشاؤم والهبوط وثم معاودته فوق يكون النظرية عكسية لدينا سؤال آخر سنجاوب عليه الآن لدينا سؤال آخر وهي حسب مفاهمت السؤال أن ما هي المؤشرات التي تستخدم على الفريمات المختلفة للوقت طبعا المؤشرات في العادة يمكن استعمالها في أي رسم البياني على مدى أي وقت ولكن في العادة مثلا المؤشر في بوناتشي أفضل استعماله على مدى أطول لنرى الاتجاه الذي واصل السؤال هو أي أفضل المؤشرات المستخدمة للفريمات الصغيرة أي قصيرة المدى سيكون مدى الساعة أو النصف ساعة طبعا مؤشر الفيبوناتشي ربما لا ينفع لهذا أكثر يكون يستخدم للمدى المتوسط والطويل ولكن يمكن استخدامه ولكن هو في العادة يستخدم بالنسبة للمدى المتوسط والطويل بالنسبة للساعة والنصف ساعة يمكنكم استخدام مؤشر الزخم وهو ال-RSI التي هو يحسب في طريقة معينة لنرى عمليات الشراء بمقارنة مع عمليات البيع وكما نرى في العادة يضع المستويين على 70 في المائة و30 في المائة أي لو رأينا أن هذا المؤشر ارتفع فوق 70 في المائة يكون مؤشر لدينا أن هناك عمليات شراء مشبعة مما قد تؤدي إلى حالة ارتداد على العملة ومواصلة الهبوط وأيضا العكس صحيح إذا سقط تحت نسبة 30 في المائة أي هناك يوجد عمليات بيع كثيرة في الأسواق وربما نرى تريح من هذه العمليات ويمكنكم طبعا استخدام الذي تكلمنا عنه الآن السعر المتوسط المتحرك طبعا كل ما قصرنا المدة الرسم البياني يجب تقصير مدة المؤشر أي من 20 يوم إلى 9 أيام إلى 5 أيام عدد الشمعات التي يعدها هذا المؤشر أيضا مؤشر هام لدينا ولكن فقط لنشيل هذه المؤشرات التي نراه هنا حتى يكون إلينا أوضح مؤشر هام يستخدم أيضا وهو مؤشر البولينجر بانز وهذا يستخدم على المدى القصير أيضا وهو الخط الثلاث خطوط ترونها هنا الخط المتوسط هو كما تكلمنا في السابق هو الخط المتوسط المتحرك ومن ثم نرى النسبة للانحراف المعياري في الارتفاع وفي الهبوط أي لو رأينا الأسعار اختربت من نسبة للانحراف المعياري من الخط الأعلى ذلك يوحي لنا أن الأسعار عالية نسبيا وما نرى إذا رأينا الشمعات تسكرت فوق هذا الخط سيكون مؤشر لنا أن هناك حالة تفاؤل وارتفاع أما إذا هبط السعر تحت نسبة الانحراف المعياري بالخط الذي نرى هنا وأقفلت الشمع تحت هذا المستوى واستمرت تداول تحت هذا الخط فسيكون مؤشر لدينا أن هناك حالة هبوط ويمكن اعتبار الخطوط التي نراها هنا وهنا مستويات دعم ومقاومة كما ترون أن نرى ارتداد السوق عندما وصل عند الخطوط التي نراها هنا وارتداده من هذه المستويات هذا المؤشر أيضا يوحي إلينا مدى نسبة التراوح في الأسواق أي عندما نرى أن الخطوط قد توسعت هناك تراوح في الأسواق وحركات عنيفة إذا رأينا كما نرى هنا الخطوط أصارت أدق ذلك يوحي لنا أن لا يوجد اتجاه واضح وأن هناك انحصار في تحركات الأسعار هناك سؤال لماذا نختار الأرساء على نسبة التسعة هذا ما نرى في العادة المستوى التي يستخدمها المحللين لا نعرف بالضبط مدى لماذا هذا المستوى ولكن هذا المستوى الأرجح الذي يستعملونه فعلى المدى الطويل طبعا يجب تغيير هذا المستوى ورفعه ولكن على المدى القصير الأفضل أن نستعمل مستوى تسعة ولكن لن تروا أفرق كثير إذا اختلفت الأرقام أي سيكون نسبة خفيفة في تغيرات التحركات على مؤشر الأرساء أيضا غير مستوى تسعة على الأرساء مستوى مشهور أيضا يمكنكم استعمال مستوى 14 إذا استخدمتم الرسم البياني على مدى الساعة والأربع ساعة ولكن على المدى اليوم ربما يجب رفعه أكثر من ذلك إذن شكرا لإستماعكم نتمنى لكم تجارة موفقة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر